السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير النهاردة الفيديو بتاعي كده مشتريات جبتها مشتريات للشهر هي مش هكفي طبعا الشهر بس هي مفروض مشتريات الشهر يعني في حاجات طبعا هكفي الشهر وفي حاجات طبعا مش هكفي والتمون بتاع الشهر برضو اللي جبته الشهر ده بالاسعار طبعا الاسعار ما شاء الله بأدخلها عملية من بداية الشهر يعني تقريبا من يوم واحد للشهر والاسعار كلها مفتفعة بطريقة يعني صعبة لما الناس بصراحة خلاص بقت ماشية يعني في الشارع هتكلم نفسها جبت التموين التموين كل شهر كنت باخد خمس اكياس سكر وخمسة زيت الشهر ده جبت تلاتة بس سكر وتلاتة زيت البطاقة بتاعت التموين خمس افراد فالشهر ده جبت تلاتة سكر وتلاتة زيت وخدت الكسين الزيت اللي بيبقوا على البطاقة اللي هم بيبقوا بسبعة وعشرين جنيه. آآ ده التموين كده بتاع الشهر طبعا ولا هيعمل اي حاجة وطبعا تلاتة زيت دهم مش هيكفوا طبعا الشهر. الازازة دي اللي هي اللتر. فطبعا هجيب عليهم ازاستين كمان عشان يكفوا معي. ده كده التموين بتاع الشهر. تلاتة زيت وتلاتة سكر. وجبت اتنين سكر اللي هما بيبقوا بسبعة وعشرين جنيه. اللي هما بيبقوا على البطاقة. آآ ده كده بالنسبة للتموين الشهر ده. الاسعار بجد حاجة صعبة جدا وكل حاجة يعني ارتفعت بطريقة يعني غريبة بصراحة. الله المستعين يعني مش عارفة الناس هتعمل ايه. الرز آآ الرز النهاردة جايبها كده بالكيلو بس الرز نضيف يعني الرزة نضيفة آآ الكيلو بتلاتة وتلاتين جنيه. رز نضيف. انا ببقى اجيب الرز ده بالشكاير. يعني بجيب الشكرة الكبيرة اللي هي الخمسة وعشرين كيلو بتكفي معي بقى شهر ونص شهرين على حسب بقى يعني استخدامنا وسحبنا قد ايه يعني في الشهر. آآ بس الشكرة طبعا خلصت فجبت كده كم كيلو يمشي معي الدنيا لحد ما ربنا يسر كده آآ وبقى اجيب شكرة على بعضها. بصراحة الحاجة لما بتيجي كده بالشكاير بيبقى بحس ان هي فيها بركة شوية عما بجيب بالكيلو. يعني انا مش متعودة بصراحة اشتري بالكيلو كده. بجيب الشكرة والاول بقى قبل الاسعار الخزعبلية اللي احنا بقنا فيها السنتين اللي فاتوا دول آآ كنت بجيب الرز كده يعني لما الرز الجديد يطلع كنت بجيب كمية كفنة طول السنة. آآ طبعا في الاسعار اللي احنا فادي مش عارفين نجيب كميات. يعني لو جيبنا شكرة بشكرة كده بيبقى كويس. يلا الحمد لله. آآ ده الدقيق. جبت كده الدقيق طبعا انتوا عارفين ايه دقيقة ما بنستغناش عنها. آآ جبت برضو دقيقة انا برضو ببقى جيب اللي دقيق بالشكرة. فانا كنت جيبت اللي دقيق ده كده آآ برضو على ما جيب الشكرة ان شاء الله. الكيلو الدقيق برضو آآ تقريبا نوصل لاتنين وتلاتين جنيه كيلو. دقيق كنت جايبا الكيلو باتنين وتلاتين. الاسعار دي اسعار النهاردة. الاسعار النهاردة مرتفعة جدا. الزبدة الفيرن النهاردة بقى اللي صدمتني بجد. يعني استضمت صدمة من الزبدة النهاردة. الزبدة انا شارية الزبدة انا بشتري قلب الزبدة ده كل شهر. يعني بجيبه بيكفي معي ايه طول الشهر. آآ الشهر اللي فات كنت جايب قلب الزبدة الفيرن كان بمية خمسة وعشرين جنيه. الشهر اللي فات بس يعني في بداية الشهر اللي فات. في شهر واحد يعني في اول شهر واحد. وانا بجيب الطلبات كنت جايبان مية خمسة وعشرين. النهاردة جبت قلب الزبدة الفرن بمية خمسة وسبعين جنيه. يعني فرق خمسين جنيه مرة واحدة في قلب الزبدة. لما حاجة اخزها بالي. الزبدة اللي هي الكريستال والحاجات دي كانت تقريبا بمية خمسة وعشرين جنيه. مش عارفة بصراحة الاسعار راحة فين. آآ جبت كيلو آآ جلاش بجيبه كده بالوزن. مش اللي هو بتاع الشركات بيبقى بصراحة احسن والورقة بتاعته بتبقى محملة شوية. آآ الكيلو الجلاش كان بخمسة وعشرين جنيه وكمان الكنافة بخمسة وعشرين جنيه كيلو زي الجلاش. يعني نفس استعار. الجلاش والكنافة دول جايين كده من من الراجل اللي هو بتاع الكنافة. بخمسة وعشرين جنيه كيلو الجلاش وبخمسة وعشرين جنيه كيلو الكنافة. طبعا الجلاش ببقى احسن من اللي بجيبه منبرة وبيبقى كمان ارخص يعني ارخص من بتاع الشركات. الفول بقى اللي برضو آآ سعره برضو ارتفع ارتفع جدا. ده الفول اللي انا جايبه. الفول اللي بجيبه كل شهر بيبقى احلى على فكرة كمان من الفول ده. الفولية دي حسيتها غمقة شوية. ماياش فتحة زي اللي انا بجيبه. كنت جايبها الشهر اللي فات باتنين واربعين جنيه. كنت عارضة معاكم في الفيديو بتاع المشتريات اللي فات. النهاردة كيلو الفول بتلاتة وخمسين جنيه. كيلو الفول وصل لتلاتة وخمسين جنيه النهاردة. لما بقول لكم الاسعار كلها يعني بتزيد زيادة غير طبيعية. يعني ياريت حتى بتزيد بس زيادة تكون بسيطة شوية. لا يعني زيادة كلها بصراحة يعني العدس اللي اصفر جبت نص كيلو. العدس اللي اصفر نص كيلو كان تقريبا باربعين جنيه. كيلو العدس بتمانين جنيه النهاردة. الفاتورة معايا وقلت برضو علشان ايه? احتفزت بالفاتورة لاني بنسى الاسعار آآ اربعين جنيه نص كيلو العدس. طبعا العدس بقى كده ايه? لازم آآ هيبقى يوم كده ويوم كده فنص كيلو بعمله بصراحة على اكلتين. بعمل ربع كيلو بس عدس في في الواجبة يعني فيبقوا اكلتين كده. دولة الفيشور طبعا بقى عشان الولاد كتب الليل بيبقوا ساعات بردو نحب نعمل لهم حاجة كده هم قاعدين. فجبت نص كيلو درف شهر كان بتمانية وعشرين جنيه. تمانية وعشرين جنيه. الحاجات دي زي ما قلت لكم في حاجات هتكفي معايا الشهر يعني بابقى عاملة حسابينية تكمل معايا الشهر وفي حاجات ممكن تكفي اسبوعين آآ اسبوع يعني الفول ده ممكن يعد معايا عشرة ايام مسلا اسبوع اجيب غيره. آآ فعلى حسب بقى استخدامنا ايه? جبت كمان نص كيلو من البرغل. البرغل جايبه عشان الكفتة. عشان هحطه يعني عمله على اللحمة المفرومة وطبعا بيزود كده كمية اللحمة معايا. وطبعا آآ حاجة صحية يعني بيبقى صحية كده وانفيده وطعمه مش بيبن او. جبت نص كيلو. النص كيلو ده كان باربعتاشر جنيه. ده يعتبر ارخص حاجات النهار ده. اربعتاشر جنيه. نص كيلو البرغل. اربعتاشر جنيه المكتوب في الفاتورة. ده كده نص كيلو برغل جايبه بقول لكم علشان الكفتة آآ الكفتة يعني عمله على اللحمة المفرومة كده عشان الكفتة. آآ جبت كمان هنا نص كيلو دقيق آآ اللي هو دقيق بتاع البسبوسة. بسبعتاشر جنيه. ده نص كيلو. برضو يبقى ايه صانية كده بسبوسة حاجة حلوة كده خلال برضو الشهر يعني. فجبت نص كيلو بس بسبعتاشر جنيه. مكتوب برضو في الفاتورة سبعتاشر او كان مكتوب عليها سبعتاشر ونص بس آآ في الفاتورة الراجل حسبها سبعتاشر جنيه. يعني قطر خيرو نزل نص جنيه. آآ ده بقى اللبن البودر وانا ما باستغناش بصراحة عن اللبن البودر. يعني في عندي كده حاجات اساسيات لازم تبقى موجودة. آآ بنقل بقى الكميات. يعني انا ببقى اجيب ربع كيلو. المرة دي جبت تومني كيلو بس. تومني كيلو كان باتنين وعشرين جنيه. انا ببقى اجيب على طول ربع كيلو. بيكفي معي يعني يقعد معي شوية. ممكن يكفي معي الشهر. آآ النهاردة جبت بس تومني كيلو. تومني كيلو كان باتنين وعشرين جنيه ونص. زي ما انتم شايفين. ده تومني كيلو لبن بودر. كيس زي ما انتم شايفينه كيلو. نحاول بقى نخليه يكفي معانا على قد ما ما نقدر يعني. الوقت كل اللي قادرين نعمله ان احنا بنقلل في الكميات اللي احنا بنجيبها. يعني مش قادرين نعمل بصراحة اكتر من كده. الكريم شنطية جبت برضو تومني كيلو كريم شنطية بس بقى ما جبتوش المتحدة. المتحدة طبعا غالي جدا. فجبت نوع كده اسمه مكة. آآ ده تومني كيلو كان بحداشر جنيه. حداشر جنيه. لقيته برضو الراجل اللي حسبولي في الفطورة عشرة جنيه. يعني ما جيت ابو استراجع الفطورة لقيت وحسب عشرة جنيه ونص. هو كان مكتوب حداشر ونص وحسب عشرة ونص. ده تومني كيلو. ده برضو اين جبته ببقى يعني ده مش للخفق الكريم شاندي ده مش هينفع معي للخفق مش هيبقى مش هيرمي معي زي المتحدة بس انا جبته بقى بيبقى حلو لو هتعملي اي مخبوزات او رز بلبن او اي حاجة بيبقى حلو في البيت يعني برضو بيبقى لي استخدامات كتير يعني معي اه لكن للخفق بجيب المتحدة عشان يرمي معاكي كمية هتلمتحدة نجيب نور حلو علشان يدي معنا كمية حلوة في الخفق لكن ده انا جايباك مش للخفق بصراحة. ما شاء الله يعني شوية الحاجات الصغيرين دولت اللي هو الفل والعدس والحاجات اللي هي من العطارة دي. ما شاء الله الفاتورة بتاعتهم كانت بمية خمسة وتمانين جنيه. شوية الحاجات الصغيرين الكيسة بس الصغيرة دي كده اللي هي ولا حاجة يا. كانت بمية خمسة وتمانين جنيه. دي بقى هنا آآ مقارونات. جبت كده كرتولة فيها تشكيلة. وطبعا لما يبقى في عروض او يبقى مسلا حد آآ قريب منك بتاع الجملة او كده او مصنع او كلام من ده يستحسن انت تجيب حقتك من بتاع الجملة افضل او لو في عروض في كازيون او آآ او الاماكن دي آآ تنزل الجيب بس الحاجات اللي انت بحتاجاها. نحن تشوف العروض اللي موجودة والحاجات اللي انت بحتاجاها. الضرورية يعني انت تستخدميها. آآ فانا جبت دول كده آآ كرتولة كده بالجملة مع بعض آآ شكلتها. يعني دول كان اربعة كياس مقارونا. ليها المقارونا القلم. طبعا مقارونا القلم علشان المقارونا البشاميل او او الطواجن او كده فلازم المقارونا القلم دي برضو مهمة يعني يجيب النسبالي. وجبت كسين بس من لسان العصفور. عشان احنا استخدمنا برضو في لسان العصفور ما هواش كتير قوي. وجبت اربعة كياس من الشعرية. الشعرية استخدمي فيها كتير عشان طبعا الرز بعمل الرز بشعرية. وساعات برضو الولاد كده بيبقوا عايزين شعرية يأكلوا كده شعرية ليها بالسكر يعني واللبن. فبرضو ايه استخدمي فيها كتير. فانا كان بقى عندي بصراحة كسين او تلاتة من الشهر اللي فات فجبت آآ اربعة بس كده في الكرتولة. برضو ده يكفي معي طول الشهر ان شاء الله. دي كده آآ بالنسبة للمقارونات التشكيلة دي اللي انا جبتها لعلبة دي كانت تقريبا الكرتونة تقريبا كتب مية خمسة وعشرين. على ما اتذكر يعني كتب مية خمسة وعشرين. دي كده التشكيلة اللي انا جبتها. المقارونا بقى الصغيرة مش بجيبها آآ مش بجيبها كياس بجيبها كده ايه آآ الشكارة بتبقى على بعضها. الشكارة كده بتجي على بعضها بيتكفي برضو معي مدة كبيرة. يمكن تقعد معي شهر ونص شهرين بتبقى احسن برضو بالنسبالي وبتبقى اوفر. من اللي الكياس الصغيرة. انا برضو هجيبها لكل وقت بس هوسع كده مكان عشان اعرف احطها فيه. علشان التصوير بس برضو هوريها لكم معي. دي كده شوية حاجات البسيطة ديت اللي جبتها. وطبعا التموين والحاجات المهمة الاساسية بس اللي عدنا بننزل نجيبها يعني ما عادش في مجال بصراحة ان احنا نجيب آآ حاجة تانية. دي الشكارة دي زي ما قلتلكم عشرة كيلو كده على بعدها بتيجي على بعدها. بتوفر طبعا كتير يعني ما بتيجي كده على بعدها عشرة كيلو بتوفر كتير. برضو لو انت عندك مكان قريب منك تعرفك جيبي منه كده آآ بيبقى اوفر. بتقعد بقى معي حوالي مسلا شهر ونص شهرين على حسب ما بتقعد يعني. الحاجات دي طبعا بتبقى في البيت كده بتحس ان في خير في البيت بصراحة يعني دي من الحاجات الاساسية كده اللي بتيجي وبتبقى مهمة او ان هي تبقى موجودة في البيت. اوفر يعني ما نقعد نجيب آآ كياس يعني. وبحس بصراحة ان ان الحاجة اللي بتيجي في الشكارة كده على بعدها بيبقى فيها بركة شوية. لان دي عشرة كيلو كده بتبقى عشرة كيلو صافية. حطتها على الميزان بيتبقى عشرة كيلو صافية. ما شاء الله الشكارة دي كنت جايباها كده آآ على بعضها كانت بمتين آآ كانت بمتين وسبعين او بمتين خمسة وستين. يعني على ما تذكر يعني كانت بالسعر ده. طبعا الاسعار دي كلها اسعار لستة آآ الحاجات دي لستة جاية يعني مبارح يعني اسعار لستة جديدة. بقى الواحد بيحاول كده على قد ما يقدر يعني ايه يوفر يعني شوية الحاجات اللي توفر توفر. اللحمة بقى للكارسة بتاعت اللحمة كيلو اللحمة النهاردة عندنا واصل ربعمية وخمسين جنيه. كيلو اللحمة واصل ربعمية وخمسين جنيه. فالواحد بصراحة مش عارف يقول ايه. دي لحمة مفرومة جبتها طبعا بجيب اللحمة بلدي وبفرومها ما بعرفش بصراحة استعمل غيرها يعني. فدول اتنين كيلو لحمة بلدي آآ فرماها كده وهعملها بقى كفتة حاول اشكل فيها كده. اللي كيلو بربعمية وخمسين جنيه للأسف يعني. والفراخ واصل النهاردة تقريبا الكلو بقى مية جنيه. لما بصراحة بقت حاجة اخو زعبة لي. الله المستعين. دي كده الحاجات اللي انا جبتها النهاردة حبيت كده عارض معاكم ووريكم الاسعار. معرفش بقى الاسعار عندكم نفس الاسعار عندنا ولا هي برضو بقى على حسب التجار ولا ايه. فربنا يرحمنا يا رب برحمته ويرخ الاسعار كده من عنده ويعديها ان شاء الله على خير. حاولي كده بقى توفري وتدبري وتمشي حالك كده على قد ما تقدري. يلا هشوفكو على خير ان شاء الله الفيديو الجاه. باي باي.